اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التانية من مادة ادارة المنشآت المالية لتعليم المفتوح اولا هنتكلم في مادة ادارة المنشآت المالية كان عندنا المحاضرة الاولى وخلصت كانت بتخص نظرية الوساطة المالية او الوسيط المالي او التعرف على الوظائف او التعرف على الخصائص بقpark الآخر المحاضرة التانية التي يسيجazed البنوك التجارية تمام؟ لما تتكلم هنا على أولاً سيتم تناولها من خلال واحد أنواع البنوك لازم أعرف التعريب بتاعها أو بتعرف على أساس إيه الأنشطة الأساسية بتاعتها ولاحظ أن البنوك هي ليها نشاط أساسي بالإضافة اللي بقى ليها أنشطة فرعية كتير جداً مع العلم أن الأنشطة الفرعية دي بقت تجيب عوائد للبنوك بشكل كبير جداً وحضرتك هتقدر جداً دلوقتي لما تشوف هذه الأنشطة الفرعية اتنين مفهوم السيولة ثلاثة عناصر السيولة أربعة مفاهيم السيولة دي في السيولة بتخص البنوك طبعاً بعد كده العلاقة ما بين السيولة والربحية آخر حاجة عندي حالة فبدأنا أن إحنا نقول عندي هنا أولاً تعريف البنوك التجارية بدأ يعرف للبنوك التجارية على أنها إيه؟ بتعرف البنوك التجارية على أنها أو بيعرف البنك التجاري على أنه المصارف التي تقوم بصفة معتادة بها. واحد بتبدأ أن هي تقبل ودائع اتنين بتمنح كروض بالإضافة إلى بعض من الخدمات المصرفية الأخرى. يبقى أنا عندي هنا أولا أن المصارف أو البنوك التجارية بتقوم على أساس عندي هنا بلوقتي. كبول ودائع ومنح كروض بالإضافة إلى بعض من الخدمات المصرفية الأخرى. طيب اتنين الأنشطة أو أنشطة البنوك التجارية هي عبارة عن إيه؟ قالك بتنقسم أنشطة البنوك التجارية إلى اتنين فيه أنشطة أساسية وفيه أنشطة فرعية الأنشطة الأساسية هتلاقيها ظهرت لحضرتك في التعريف فهي بنوك أو مصارب بتقبل الودائع اتنين بتمنح الكروض بتقوم على الاستثمار في الأوراق المالية تمام؟ بعد كده فيه أنشطة فرعية قال لي هنا أنشطة الفرعية دي عبارة عن أنشطة الفرعية هي عبارة عن أولا شراء وبيع النجد الأجنب الأوراق المالية تمام؟ بتبدأ أنها بتبيع وبتشتري الأوراق المالية اتنين تبدأ تشتري وتبيع النجد الأجنبي تلاتة إصدار بطاقات اللي اتمين أربعة تقديم الخدمات الاستشارية والضريبية والمالية تمام؟ يبقى كده دي الأنشطة الفرعية اللي البنك بيقدر يتدخل فيها من إضافة إلى وجود بعضا من الأنشطة الأساسية اللي احنا قلنا كبول الودائع ومنح الكروض والاستثمار في الأوراق المالية بعد كده هنبدأ نخش على مفهوم السيولة طبيعي هنا أن أنا عندي بيقولي السيولة لما بيجي حد يقول حضرتك أنت معك سيولة دي بتعرف السيولة بشكل نعام على أنها هي عبارة عن قابلية الأصل إلى التحول إلى النقدية بسرعة وبدون خسارة تذكر يعني معنا صح أشوف أنا هقدر أسيل الأصل ده بسرعة ولا الأصل ده غير قابل للتسييل بسرعة هذا الأصل إذا كان قابل للتسييل بسرعة فأنا أقدر أن أنا أستبدله بالنقود بسرعة وما يخصرنيش يبقى ده الأصل ده سائل الأصل ده أقدر أن أنا مش هقدر أن أنا أسيله بسرعة أو لو سيلته هيعمل لي خسارة يبقى ده غير سائل يبقى الأصول السائلة أو السيولة بتعرف على أنها قابلية الأصل إلى التحول إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة تذكر حتى لو هيبقى فيه خسارة بس يبقى فيه خسارة بسيطة يعني وبذلك بيتضح أن هناك عنصري بالنسبة للسيولة وهما عبارة عن إيه؟ أولا هتجيبها من التعريف أن يكون الأصل سهل للتحول إلى نأدية أو سهولة تحويل الأصل إلى نأدية بسرعة سيانيا أن يكون هناك عدم تعرض إلى خسارة تذكر تمام؟ وبالتالي دية هي السيولة بعد كده قال لي طب هو ده التعريف الوحيد بالنسبة للسيولة أو بالنسبة للأصول السائلة لا بيوجد أكتر من تعريف بالنسبة للأصول السائلة وبالتالي هابد أن أنا أتعرف على مفاهيم السيولة لها ثلاث مفاهيم ولها عددا من المفاهيم هذا العدد هو عبارة أولا مفاهيم السيولة يمكن تعريف السيولة من خلال المعاني التالية أو المفاهيم التالية أولا ديها معنى مطلق وهو عبارة عن إيه؟ أن السيولة بتعني النأدية يبقى معنى مطلق أو أقصد معنى للسيولة أن النأدية هي نفسها السيولة يبقى معك سيولا يبقى معك نأدية على طول تمام؟ بعد كده المعنى الفني هو قابلية الأصل إلى التحول إلى نأدية بسرعة وبدون خسرة تذكر يعني أن أنا أقدر أحول الأصل ده لنأدية ولكن بدون خسرة تذكر كمان ده اللي إحنا لسه واخذين بعد كده قال لي فيه معنى نسبي نسبي يعني فيه نسبة ما بين شيء وشيء أو فيه علاقة ما بين شيء وشيء فالعلاقة ما بين الشيء إنهي عبارة عن إيه؟ العلاقة ما بين النأدية والأصول سهلة التحول إلى نأدية بسرعة وبدون تحمل خسائر وبين التزامات مستحقة الوفاء بيها يبقى أولا إما أن تكون بتساوي النأدية وده المعنى المطلق لها المعنى الفني قابلية التحول الأصل إلى نأدية بسرعة وبدون خسارة إذكر المعنى النسبي فهو علاقة نسبية ما بين ثلاث حاجات العلاقة ما بين النأدية والأصول سهلة التحول إلى نأدية بسرعة وبدون خسارة إذكر وبين التزامات مستحقة ومقصوب الوفاء بعد كده قال لي هنا العلاقة ما بين السيولة والربحية يعني ايه قال لك العلاقة ما بين السيولة والربحية هناك علاقة عكسية ما بين السيولة والربحية فكلما زادت سيولة الاصل كلما هبطت ربحيته يعني حضرتك لو انت حاطت في جيبك فلوس يبقى الاصل دي طالما انت مسيلها وحاطتها في جيبك ما احنا قلنا ابسط معنا السيولة هي عبارة عن النقدي فبالتالي ما لهاش ربح لانك مش هتدخلها في مشروع بينما لو فقدت ركني السيولة فيها فبالتالي بقت مشروع يبقى زاد الربح يبقى العلاقة ما بين السيولة والربحية هي عبارة عن علاقة عكسية فكلما زادت سيولة الأصل ده بتهبط ربحيته حتى تنعدم الربحية بالنسبة لأوراق النقد يعني كل ما قولك إن أنا في اتجاه إن أنا أحول فلوسي دي إلى نقود أو إن أنا أحول الأصول بتاعتي دي إلى نقود يبقى حضرتك بتعتبر إن ربحيتها بتساوي zero حتى تنعدم الربحية بالنسبة لأوراق النقد باعتبارها أكثر للأصول السيولة وعلى العكس بتزيد قدرة الأصل المصرفي على جلب العائد كلما قلت درجة السيولة بتاعته يعني العائد بتاعه بيبقى أكتر أو الربح بتاعه بيبقى أكتر أو عوائد ولية بتبقى أكتر إذا قلت سيولته يبقى فيه علاقة عكسية ما بين السيولة والربحية قالك بيتم دراسة السيولة من خلال 1. نسبة الاحتياط القانوني 2. نسبة السيولة القانونية دي نسب بيحددها البنك عشان يقول لك هو لازم يحتفظ باحتياطي نأدي قد إيه قانونا يعني يبقى قد إيه عنده وبيعاقب في حالة عدم وصوله أو عدم قدرته على وجود هذا الاحتياطي ونسبة السيولة القانونية المفروض تبقى عنده قد إيه علشان يحافظ على هذه النسبة وبيعاقب في حالة عدم قدرته على الوصول وبالتالي كده انتهت المحاضرة التانية وإن شاء الله هنبدأ الحالة العملية في المحاضرة التانية ترجمة نانسي قنقر